يا ترى مصر هتبيع مطاراتها فعلاً بعد الإعلان عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات؟ طب هو إيه اللي بيحصل أصلاً في المطارات المدنية المصرية؟ في الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا والجماعة إياهم بعدما خلصوا كلام على مشروع رأس الحكمة قلبوا الدنيا بكلام وإشعاعات ملهاش أساس من الصحة والحقيقة هو موضوع ليه علاقة بالأمن القومي وقعدوا يقولوا الحكومة مش هتبيع أراضي مصر بس لا ده هتبيع كمان أغلب المطارات المصرية ولا هنعرف نسافر ولا نروح ولا نيجي مهو خلاص مش هيبقى لينا سلطة عليها تاني لكن خلينا أقولك يا عزيزي كل الكلام ده في شانك ومالوش أساس من الصحة وهزبتلك ده في الدقاي اللي جاية من الفيديو بس خليك عارف إن الجماعة إياهم طول ما هم بيتكلموا عن أي موضوع ليه علاقة بمصر اعرف إن الموضوع ده مصلحة كبيرة للبلد وفيها خير كتير جداً لأنهم من أكتر الناس اللي بيكرهوا الخير للبلد دي وكل همهم الهجوم والتحريض على القيادات وخلاص نروح للسؤال الأهم إيه اللي بيحصل في الطيران المدني بمصر؟ وزير الطيران المصري محمد عباس حلمي طلع من يومين كده وقال إنه مصر عرضت مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات وإنها بتسعى تجيب مستثميرين لإدارة وتشغيل المطارات بما فيهم مطار القاهرة الدولي وده لتحسين الخدمات طبعاً الكلمتين دول قلب الدنيا ودخلنا في موضوع إننا كده خلاص مش هيبقى لينا سيادة على المطارات تاني علشان كده لازم تعرف وتتأكد إن ما فيش شبر على أرض مصر مش بيخضع للدولة المصرية وإن مسألة السيادة غير قبلة للنقاش فمحدش يصدق إن في جهة أو هيئة أجنبية اقتصادية ليها سلطة غير سلطة الدولة المصرية وده طبعاً تبقى للأمن القومي ولازم تكون خضعة بشكل كامل وكبير للأجهزة المصرية لكن كل الحكاية لما تقول كلمة مزايدة ده معناه إن الشركات هتقدم في المزايد وأفضل عرض فيهم الدولة هتاخده فبكل وضوح قطاع الطيران المدني والمطارات جزء كبير منها قطاع اقتصادي يعني المفروض قطاع بيكسب وبيتطور وبتخضع لي عشرات الشركات التبعة في الخدمات الجوية والضيافة والصيانة والمتابعة والفنادق وعقد الصفقات ودراسات الجدوى للخطوط الجوية المصرية لكن في نفس الوقت ده قطاع محتاج استثمارات ضخمة علشان يحقق العائد منه وشفنا إزاي مصر للطيران خرجت من تصنيف أفضل شركات الطيران العالمية نتيجة لعدم مواجبة التطور اللي بيحصل في العالم وهنا بقى مربط الفرس إحنا عايزين مطارات مصر تبقى زي مطارات العالم طب إيه اللي مميز أصلاً في مطارات العالم عننا؟ المميز يا سيدي أن الدول اللي برا أسندت عمليات إدارة المطارات والمقصود هنا المنظومة الاقتصادية في شركات وهيئات المطارات للقطاع الخاص والشركات المتخصصة وجابت ناس تصرف علشان تطور وتكسب في نفس الوقت وده كله من غير ما تمس سيادة الدولة على المطارات ولا الجمارك ولا الإجراءات الأمنية وده اللي عايزه وزير الطيران المدني المصري اللي كشف عن خطة لإدارة وتشغيل المطارات المصرية هيتم الإعلان عنها قريب في مزادات عالمية والهدف من الطرح هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء في إطار السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة يعني الخلاصة مصر مش هتبيه حاجة لأن الدول عايز حضرتك وحضرتي وحضراتنا كلنا نتمتع بخدمة كويسة في قطاع الطيران وفي نفس الوقت تحويل المطارات لمطارات عالمية ومصدر للجذب والاستثمار الاقتصادي والسياحي والتجاري وبس يا سيدي هي دي الحكاية ببساطة فخليك واثق في قيادة بلدك